السلام عليكم القصة الكاملة لقضية عبير الشامي بلوبر متهمة بالزنا وصادر ضدها حكم شهدت الساعات الماضية تصدر البلوجر عبير الشامي مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عليها بسبب قضية زنا الدستور تكشف لكم في هذا التقرير القصة الكاملة القبض علي البلوجر عبير الشامي تعود تفاصيل الواقع عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر عبير الشامي والتي تعمل بلوجر ويتابعها عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها في قضية زنا قسم شرطة أكتوبر كان قد تلقى في وقت سابق بلاغا من رجل أعمال يتهم فيه زوجته عبير الشامي والتي تبغ من العمر ثلاثون سنة بالزنا خلال فترة سفره للعمل خارج البلاد وقال زوج المتهمة في محضر الشرطة إنه سافر للخارج للعمل وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فل زوجته ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله خارج البلاد واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما وأحيل المحضر إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها بحبس المتهمة لمدة سنة في القضية التي تحمل رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024 حكم حضوري سنة وتم القبض على المتهمة وترحيلها إلى السجن تنفيذا لقرار المحكمة وفقا لقانون العقوبات نصت المدة 277 من ذات القانون على أنه المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت وتعاقب الزوجة بجريمة الزنة سواء تم هذا للفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية كما أن العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزانة لأن عقوبتها الحبس لمدة سنتين بينما الزوج الزانة يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس حيث نصت المدة رقم ممائتان وسبع وسبعون من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزين